مارتين جريفث أصبح رسمياً مبعوثاً خاصاً إلى اليمن هذا ما أعلنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك للصحفيين بمقر المنظمات الدولية في نيويورك هذا الإعلان جاء في عقاب موافقة مجلس الأمن الدولي في الاجتماع الذي عقده الخميس على تعيين المبعوث الجديد ليكون بذلك ثالث وسيط دولي خلال سبع سنوات يتم تكلفه للتوسط في حل الأزمة والحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام يأتي ذلك وسط الغياب الكامل للإشارات الترحيبية من الأطراف المعنية بالأزمة والحرب في اليمن وفي مقدمتها الحكومة الشرعية والتحالف والتي غاب في وسائل إعلامها خبر التعيين الرسمي للمبعوث الجديد المتحدث الأممي شدد على أن المبعوث الجديد من اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش وعلى أن لديه خبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والوساطة والشؤون الإنسانية لكن هذا المبعوث ينظر إلى الحرب في اليمن وفقا لما نقل عنه بأنها تختلف عنها في سوريا لأن الحل برأيه وارد في سوريا بعكس اليمن التي تتضاءل فيها الحلول وتتفاقم الأزمة الإنسانية أكثر فأكثر ما يجعله في نظره أسوأ من العراق وجنوب السودان يريث المبعوث الأممي إذن تركة مثقلة بأزمة متعددة الأبعاد الحرب والوضع الإنساني أسوأ مظاهرها من مبعوثين كان أكفأ منه على مستوى الاتصال مع المكونات اليمنية بحكم خلفياتهم العربية ويرى المراقبون أن المبعوث الأممي الجديد يتعين عليه أن يتجاوز النظرة التشاؤمية التي ينطلق منها في التعاطي مع أزمة في جوهرها سياسي وعسكري وحسمها سيؤدي إلى وقف التدهور في الجانب الإنساني على نحو يخرج اليمنيين من الأزمة الشاملة التي تقف بهم على حافة الكارثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر